اشتركوا في القناة وفي عندنا خلوم مسار وعندنا خصوف قمر ويبل هيك عبما أنه اليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع إن شاء الله وربنا يتقبل منا ومنكم الطاعة القمر الآن موجود في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم وغيرها والأسحار والأعمال والأورام والأشياء اللي زي هات ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد رح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 11.14 دقيقة من مساء يوم الجمعة 19.11 لا ينتقل بعدها لمنزلة الهنعة وهي منزلة يعني تصلح للمحبة والخير والقبل بما أن القمر موجود في برج الثور معناته يعني نظل مشعر بهاي الفترة بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا قل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا مادياً وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار أو شراء عقار ماء أو استئجار بيت جديد أو قضاء وقت ممتع مع العائلة أو أفراد العائلة في البيت بالنسبة للزوايا اللي متشكلة وتأثيراتها ما زالت موجودة أول زاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية التثليث الإيجابية بين عطارد وبين نبتون وهاي رح يظل مستمرة لنهاية اليوم هذا بعدين بتنفصل خلاص بتعطينا قدرة على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية بطيئة لها تأثير يعني من عشر أيام تقريبا هي بين الشمس وبين المشتري وهاي اللي شوي إلها علاقة بالتبذير وصرف الفلوس تبدد الحظوظ ما في حظ خسارات مالية مشاكل إلها علاقة بالمال قضايا خسارة يعني أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين بلوته وهاي برضو نهايتها يوم الغد يوم عشرين أحداش بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها أما بالنسبة للزاوية البطيئة اللي لسه هاي ممتدة لغاية يوم عشرين أحداش هي زاوية التقابل الممتزجة ما بين المريخ وما بين أورانس وبتميل للنحوصة أكثر هاي شوي بتعطينا نوع من أنواع التردد والخوف الوسواس القلق ما بنقدر نتخذ فيها قرار حاسم في حياتنا بتجعلنا غريبي الأطوار عنيفين بتسبب شقاقات عاطفية بين البعض البعض بيشتكي من تقلبات في المزاج خصوصا على المستوى الجنسي بين ضعف وعدم قدرة وهي إلها علاقة بالحوادث المفاجئة مثل الحرارق والتفجيرات وقوة طائرات حوادث سكة حديد زلازل عواصف إلها علاقة برضو بالتمرد والانقلابات العسكرية بعزل أحد القادة الكبار بتشهد مظاهرات أو ضربات في قطاع الصناعة أو الصحة بتسبب قمع للحريات وبرضو هاي إلها علاقة بالفضائح الاجتماعية أو الجنسية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة هي زاوية التسديس المنفصلة اللي هاي مستمرة لغاية يوم 19-12 يعني لسه إلها شهر كمان راح تضل هاي بتخلي فيه نوع من أنواع الجو من الود أو بسود علينا جو من الود بتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة بالنسبة للزاوية البطيئة اللي راح تتشكل اليوم وفي زاوية برضو هي زاوية ذكرناها يوم أمس بطيئة ولكن الزواية السريعة هي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون الساعة 22 دقيقة صباحا يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التثليث إيجابية راح تكون بين القمر وبين بلوتو وهي راح تكون فيه تمام الساعة 3 و57 دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية البطيئة طبعا ذكرناها يوم أمس اللي هي زاوية التثليث بين الزهرة وبين أورانوس واللي هاي ذروتها اليوم راح تكون الساعة 6 و7 دقائق صباحا بتوقيت جرينيش طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 21-11 هاي بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بنوع من أنواع التفاؤل أكثر وكمان هاي بتكون شعبيتنا في تصاعد أما بالنسبة للزاوية الأخيرة قبل خلوة المسار هي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين الشمس وهي يعني اكتمال القمر بدر وهي برضو اللي ذكرناها في حلقة حلقة منفصلة بالأخبار الفلكية اللي هي خصوف القمر اللي رح يصير برضو بنفس الوقت مع الاكتمال الساعة 58.57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بتكون ذروته طبعا تفاصيله بحلقة ما رح نحكي عن تفاصيله هاي الزاوية اللي هي زاوية التقابل يعني بتخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين أما بالنسبة للخلو المسار اللي رح يبدأ بعد انتهاء هاي الزاوية أو بعد بداية هاي الزاوية اللي هي التقابل خلو المسار هذا رح يبدأ في تمام ساعة 8.57 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 2.32 دقيقة عصرا وهذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 2.32 دقيقة عصرا القمر خلص بيكون انتقل واستقر في برج الجوزاء في هاي الفترة بننشط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد بيصعب تصديق كل واحد أو كلمة وقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها بيوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للأعضاء الأكثر حساسية اليوم في جسم البني آدمين فينا كلنا ولازم نعطيها رعاية أكثر طبعا لغاية ساعات العصر من الصباح من الآن لغاية ساعات العصر الأعضاء المعرضة هي العنق والفم والأذنين الحنجرة الحبال الصوتية الغدة الدراقية اللوزتين تفاحة آدم هاي كمناطق حساسة من ساعات العصر بتبدأ الأعضاء أو من ساعات الظهر تقريبا بتصير الأكتاف الذراعين اليدين الجهاز التنفسي أنا بيب الشعاب الهوائية الرئتين الوصلات العصبية اللي هو الجهاز العصبي بمعنى آخر والشعيرات الدموية يعني هذولا أكثر إشي بيكون فيهم حساسية عشان هيك لازم ننتبه ونعطيهم رعاية إضافية بالنسبة لليوم بما أنه في خلوق مسار وبرضو في خسوف قمر لا يوصى بإجراء عمليات جراحية إلا للضرورة القسوة جدا جدا وخصوصا الأبراج اللي ما منوصئ لهم عمليات جراحية اللي هم يعني أكثرهم اللي هم العقرب والقوس والثور والجوزاء هذولا يعني إلا إذا كانت العملية ما في مجال التأخير يعني يعملوها طبعا هذا اليوم برضو غير مناسب لعمليات التجميل لا الحقن ولا الجراحة ولا حتى لإزالة الشعر الزائد ولا حتى لأمور التجميل والصبغ أو قص الشعر يعني أي أمور اليوم تجميلية نهائيا حول أنكم ما تقربوها أما بالنسبة لمطعوم كورونا بالنسبة لمطعوم كورونا يعني ما بدي أحكي مناسب ومش مناسب في فترة خلو المسار ما بنصح فيه نهائيا لأنه فترة خصوف بتكون وبرضو في نفس اللحظة هي بتعطي حساسية زي ما حكينا للشعب الهوائية والقصبات فقابلية أنه يتطور أنه يصير فيه التهابات فبنصح اليوم يعني إذا بعد خلو المسار أو قبل خلو المسار يعني قبل ما يصير الخصوف أو بعد انتهاء الخصوف ممكن أما موليد العقرب والقوس والثور والجوزاء فما بنصحهم بالنسبة لخلو المسار القادم طبعا القمر بما أنه رح يكون موجود في الجوزاء الخلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد 21-11 بيبدأ في تمام الساعة 3-51 دقيقة بعد العصر وبيستمر حتى صباح اليوم التالي أي يوم الاثنين 22-11 ويعني حتى تمام الساعة 3-32 دقيقة صباحا لا ينتقل القمر لبرج السرطان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل 15 يوم مكتمل بدر في تمام الساعة 2-43 دقيقة حصرا بيصبح 16 يوم نسبة الإضاءة 100% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 سعيدة بنسبة 30% القمر في الثور بده ينتقل للجوزاء رح ينكث في الجوزاء لغاية يوم 22-11 هو منتحس الآن بنسبة 50% يعني في ساعات العصر بيصير منتحس 10% أما بالنسبة لعطارد عطارد في العقرب حتى يوم 24-11 منتحس بنسبة 50% الزهرة في الجدي حتى يوم 19-12 بعدين بتبدأ في عملية التراجع هي الآن سعيدة بنسبة 60% المريخ في العقرب حتى يوم 13-12 منتحس بنسبة 10% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل مازال اليوم هذا بيحمل بعض الفرص من الآن لغاية ساعات الصباح فرص إلها علاقة بالوضع المالي أو حل مشكلة مالية أو الاهتمام في مسائل مالية ممكن تيجي بعض الفرص مفاجئة تدخل بعض التحسين على ميزانيتكم ممكن تعالج استحقاق مالي ولكن المشكلة أنه في زيادة بالمصاريف أو خسارات مالية أنا شايف فبدك تنتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أو المصاريف اللي ما إلها داعي من ساعة العصر بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات والحوارات الدراسة حث الأبناء على الدراسة يوم مناسب للخروج بيكون في نزهة من ساعات ما بعد العصر رحلة زيارة ممكن يكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جهر ولكن بما أنه في خلوم مسار وفي خسوف فانتبهوا أثناء قيادة السيارة وأثناء حركتكم حاول أنك تكون عنصر إيجابي ما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بتعاملوا معك من تصرفاتك أو كلامك اللاذع اتفهم الآخرين وابقى هادئ لا تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية حاول أنك تكرر المحاولات السابقة يعني أهم نقاط هذي اليوم برج الثور طبعا اليوم يعني ما بعرف كيف بدي أجيب لك إياها يا موليد برج الثور ولكن أنه في نوع من أنواع الثقة بالنفس ولكن طاقة الخسوف ضغطة بتكون من الآن يعني بلشت تأثيراتها بتشعر بنوع من الاكتئاب أو الإحباط أو الأمور مش ماشي معاك أو فيه إشي يعني مش مفهوم صحيح أنه من المفروض أنه يعومكوا النشاط ولكن الخسوف موجود وخصوصا على آخر عشرية هذول أكثر ناس رح يشعروا بالضغط أهم شيء أنكوا تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي نوع من أنواع التواصل أو الزيارات لغاية ساعات العصر بعدين الأمور بتفرج شوي يعني بيصير فيه نوع من أنواع التفاؤل أكثر نشاط أكثر بتميلوا لتحسين وضعكم المالي أو الاهتمامات المالية أهم شيء أنه ما تتصرعوا بالمصاريف أو القرارات المالية خلال هذا اليوم ما تغامروا وما تجازفوا انتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع وبرضو انتبهوا من بعض المحتالين هاي أهم نقاط لازم تنتبهوا لها اليوم برج الجوزة طبعا ما زالت الأجواء بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا أنكم تنجز واللي بتقدروا عليه من عمل متراكم دون إهمال صحتكم يعني بدكوا تنتبهوا لغداءكم راحتكم صحتكم حركتكم يعني بدك تكون دقيق وتركز على تصرفاتك بشكل جيد وطبعا لأنه خصوف القمر في بيت متعبك بدك تحذر يعني من شيء العلاقة بالمؤسسات الكبيرة المستشفيات السجون ممكن زيارة ممكن يعني تضطر أنت لزيارة مستشفى طبعا مش كل موليد الجوزاء ما بنا نخوف في قسم ممكن يكون عندهم بعض التعب الجسدي من ساعة العصر الأجواء راح تتغير لأنه القمر راح يوصل لعندك فبتصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة بعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي يعني القمر شوي بحسن الأجواء نفسيا رغم الضغط اللي مر عليكو في خلال الفترة الماضية يعني اليوم بتبلش تشعر بأشياء إيجابية من ساعات العصر مع الأيام القادمة بتتغير الأجواء لصالحك برج السرطان الأهم اللي هي طريقة التعامل ما بينكو بين أصدقائكم اليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعاون أو المساعدة أو الاتصالات ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بشكل مفاجئ ولكن حاول أنك ما تفرض سلطتك أو سيطرتك على الأصدقاء وبرضو التمس لأصدقائك وعذر في هذه الفترة ما بتعرف شو الظروف اللي بمروا فيها لأنها فترة ضاغطة على الجميع هذا واحد اثنين حاول أنك إذا كان في مناسبة اجتماعية ما تتحجج بأي شيء لأجل خلق مشكلة يعني لأن حسسيتك بأوجها والقمر هو أساسا كوكبك وهو اللي بدي يعمل خسوف فأنت حساس جدا بالفترة هاي وموسوس جدا فبدك تنتبه من المقودتين والقمر بتتجه لبيت متاعبك يعني بمعنى آخر أنه رح تدخل على فترة من ساعات العصر شوي صعبة وهذا الإشي رح يضغطك بشكل كبير فعشان هيك بدك تنتبه لغذائك تنتبه لراحتك ما تراهن على الحبود نهائيا بالفترة هاي ممكن تعاني من الركود ومراوحة المكان أهم إشي أنك ما تجازف لا بصحتك ولا بعلاقاتك برج الأسد هذا يوم يعني بدنا نقول أنه في أشياء مناسبة لإلك ولكن الضغط عليك بشكل أكبر على مستوى السمعة فعشان هيك اليوم بدك تحافظ على سمعتك قدر الإمكان ما تنفعل ما تعصب ما تشوه سمعتك بتصرفاتك ما تدخل بعداء أو مشاكل ما بينك وبين المسؤولين عنك في مكان عملك أو مع زملائك في العمل إنجز عمالك وتأكد منها مرة ومرتين وثلاثة إنك أنت أحسنت فيها مش تسلمها نقصة طبعا هذا الضغط رح يظل مستمر ويضغط عليك لغاية ساعات العصر من ساعات العصر الأجواء بتتغير شوي للأفضل لأنه بصير القمر في بيت الأصدقاء ما زال في تأثيرات إلها علاقة بخصوف القمر فعشان هيك حاول أنك ما تفرض سلطتك على أصدقائك حاول تعاون معهم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك اليوم رياح مؤاتي رغم الضغوطات الكثيرة كرر المحاولة إذا رأت الدعم والتأييد بالفترة هاي ولكن أنه تدير بالك من بعض المشاكل اللي ممكن تيجي بمناسبة اجتماعية أو من أصدقاء أو من معارف سوء تفاهم يعني برج العذرة بيصلكم خبر من بعيد ممكن الخبر هذا شوي يزعجك أو يوترك أو تقلق على أحد الأشخاص خارج البلاد بتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أهم إشي إنه إذا كان عندكم امتحان أو عندكم مقابل اليوم بدكوا تدرسوا بشكل جيد ما تعتمدوا على الحظوظ نهائيا إذا عندكم سفر بدكوا تتفقدوا أمتعتكم وأوراقكم بشكل كامل وموعد الطيارة والأمور هاي يعني بمعنى آخر بدكوا تحذروا بكل تنقلاتكم لأنه الخصوف والخلو والمسار فهذول ضاغطات بسبب النوع من أنواع التشتت الذهني ولكن مع ساعات العصر الأجواء رح تزداد شوي فيها نوع من أنواع الضغط وخصوصا على مستوى العمل على مستوى السمعة على مستوى العلاقات علاقاتك بالمسؤولين فهي فيها نوع من أنواع الضغط على المستوى الشخصي رغم أنها هاي فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون فيه قلق على أحد أفراد العائلة أو على أحد الأحبة عشان هيك لا ترتبك في المواقف الحساسة وبدك تحاول تسيطر على اتزانك عشان تكسب ما تخسر برج الميزان الأجواء تعطي فرصة للمكاسب المالية أو حل المشكلة المالية لها علاقة بالأموال المشتركة اللي هي أموال لها علاقة ببنك لها علاقة بضريبة بتأمين بأموال الزوج مثلا هاي كلها اسمها أموال المشتركة اللي هي الأموال اللي ما بتعود لك لحالك فيه معك شريك فيها اليوم ممكن تهتم في هاي المسائل صحتكم أو صحت قريب لكم ممكن تكون بحاجة للرعاية أو الاهتمام أهم إشي أنك يعني ما تكفل حد وبرضه في نفس اللحظة ما تغامر بالأمور المالية وانتبه على الأمور الصحية في ساعات العصر بتنجحوا في أمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة السفر البعيد التواصل مع أشخاص خارج البلاد بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وتصير فرص النجاح يعني أكبر وأحسن عشان هيك هاي بتعطيك دعمي كويسي حتى على مستوى الدراسي والامتحانات وأمور السفر وأمور القضايا القضائية فانت جاي على فترة إيجابية ولكن اليوم هذا شوي يعني بده نوع من أنواع التروي والحذر لا تعتمد على الحظوظ وإذا كان عندك امتحان لك تدرس وتستعد بشكل جيد برج العقرب ما زال القمر موجود مقابلكم والقمر بده يشكل خصوف حكينا وفي نفس اللحظة بده يعمل عملية انتقال فعشان هيك كل الضغط جاي على بيت الشراكة بيت الشراكة المالية والعاطفية وهذا بيعني أنه هاي فترة حساسة أثناء تعاملكم مع شركائكم ممكن قلق على شريكك عسوجك ممكن مشاكل خلافات سوء تفاهم ممكن اهتمام زايد هذا الأمور اللي بدك تهتم فيها بشكل كبير بدون مشاكل وبدون جدالات ونقاشات خلال هذا اليوم يعني هذا اليوم بدك تأخذ إجازة من هاي الأمور طبعا لغاية ساعات العصر بعدين الأجواء بتخف ضغوطاتها لأنه أنت أساسا مضغوط نفسيا من ساعات العصر الأجواء بتتغير بتصير إلها علاقة بالوضع المالي فبتنمنحكم فرصة لمكسب مالي أو لترتيب وضع مالي معين إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن الأهم أنه صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن يكون مريض ممكن يكون عنده أشياء صحية يعني خلال ساعات العصر وما بعد ممكن اليوم تهتم بتقديم بعض التنازلات أو تراجع عن قطوات أو قرارات سببت إزعاج إلك أو بعض العداوات برج القوس طبعا القمر موجود في البيت السادس وبدو نتقل لمقابلك تماما فعشان هيك بدك تنتبه من تراكم العمل عند كل يوم أنتو طاقتكم مش كاملة في بعض الضغوطات عليك النفسية أو الضغوطات الجسدية بتشعر حالك فارغ الطاقة تماما سهل جدا استبزازك سهل جدا أنك تعصب عشان هيك انتبه أثناء تعاملك مع زملائك أو مع رؤسائك بالعمل حاول تنجز أعمالك كاملة بدون نقصان انتبه أثناء تأديت أعمالك برضو من بعض الهفوات هاي أهم شي بدك تنظم برضو جدوى الغذاء تأخذ قصة من الراحة تنتبه لصحتك إذا كان عندك أمور صحية طبعا هذا كله لغاية ساعات العصر من ساعات العصر القمر رح يصير مقابلك تماما وبما أنه مقابلك تماما هذا شوي بفتح نوع من أنواع المشاكل اللي انت بغنى عنها فبدك تحذر الانفعال لأنه اليوم بيصعب التفاهم معك فعشان هيك ممكن توقع أنت بورطة أنت بغنى عنها الأجواء بتكون متوترة ممكن تظهر مشاكل طارئة فبدك تكون صبور ما تتذمر وبدك تضلك حطى في بالك أنه هاي فترة خالية تماما من الحضوض برج الجديد طبعا ما زالت الأجواء إلها علاقة بالتقرب من الأحبة وتعزيز العلاقة معهم اليوم تقدر تهتم بمسألة إلها علاقة بنشاطات فنية أو ممارسة هواية معينة ولكن الأهم ما تفرض سلطتك على الأحبة ما تتحكم فيهم ما تفرض رأيك ما تتدخل في شؤونهم ما تدخل بنقاشات حد أو تفتعل مشاكل أو تتحسن من الأحبة الأبناء الأحد الوالدين ما تبالغ بالنزواتك بالفترة هاي لأنه في خصوف في خلوم مسار طبعا هذا كله اليوم رح يكون في بعض الضغط عليك فبدك تنتبه من هاي النقطة وهذا الأمر رح يستمر لغاية ساعات العصر في ساعات العصر رح تهتم بأعمالك علاقتك بزملائك بالعمل أو نجاز بعض الأعمال اللي عندك ممكن تهتم بجدوى الغذاء بصحتك تراجع طبيب مثلا أهم إشي أنه اليوم ما تلتهي بالقشور والأمور الثانوية بدك تعتمد على جهودك وعلى طاقتك لحصد النجاحات والأرباح فعشان هيك ما تعتمد نهائيا على الحضود إلا أهم أنك تراقب وضعك الصحي وممكن برضو يجيك إشي هيك العلاقة بالمهنة يسبب لك نوع من أنواع القلق والتوتر برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن دون ما تلتزم بأشياء ثمينة أو أشياء بدون ما تتفقدها وتشوف كفالتها يعني مشتريات أجهزة وشغلات زي هيك بدك تتأكد منها تماما والتعديلات والتصليحات ما في أي ضرر منها ممكن اليوم تعزز الروابط العائلية ممكن تهتم بمسألة عائلية تظهر بشكل مفاجئ طبعا هذا كله لغاية ساعات العصر من ساعات العصر الأجواء بتتغير ولكن يبل ما ندخل على التغيير بدك تنتبه من أي مشاكل أو افتعال مشاكل أو حدية بالطباع لها علاقة بالمنزل ما قبل ساعات العصر من ساعات ما بعد العصر طبعا بترغبوا بتقرب من أحباكم تحزيز العلاقة معهم بيطمئن بالك نسبيا لأنه ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك أهم شيء أنك ما تستسلم وكرر المحاولات لمصالحة أو للتقارب أهم شيء أنك ما تفرض سلطتك على الأحبة ما تعصب عليهم ما ذايقهم بطلباتك يعني خلي فيه نوع من أنواع المرون لأن الأجواء ضاغطة فعشان هيك برضو اليوم بيحمل شيء العلاقة بالقلق حول أحد الأحبة برج الحوت ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات ولكن الأهم بما أنه خلو مسار وبما أنه خسوف قمر يعني بمعنى آخر بدك تهتم بدراستك ما تعتمد على الحضوض ما تعتمد على إذا كان عندك امتحان أو مقابلة على قدراتك الذاتية إذا في عندك تنقلات أو سفريات أو رحلات بدك تكون حذر بمعنى آخر ما في داعي للسرعة ما في داعي للمجازفات ما في داعي للمغامرات بالاتصالاتك أو تواصلك مع الأشخاص اللي بتتعامل معهم دك تضبط أعصابك ما في داعي للإنفعال والعصبية أو توجيه كلمات تكون مش مفهومة تسبب مشاكل ممكن اليوم يكون لك تعامل أو يكون لك نوع من أنواع التواصل مع أخ أو جار ولكن زي ما حكينا بدك تنتبه من عدائة الجو في ساعات العصر ممكن تهتموا بإدخال تعديل على مور إلها علاقة بالبيت أو إلها علاقة بالعائلة أو اجتماع عائلة مثلا مناسبة معينة أهم شيء أنه ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأدائك حاول أنك ما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسحى لتحسين موقعك في العمل ولا تثبيته قدم المساعدة للأشخاص اللي بيحتاجوها منك ولكن مع ضبط الأعصب بنهاية الحلقة بعتبر أنا صوتي أنه تعبان شوي اليوم فأعذروني على هذا الشيء اثنين شكرا لكم لدعمكم تأييدكم كل واحد باللي بقدمه لدعم دعمي شخصيا أو دعم القناة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء